في كنوز بناء الروح عايز أشارك حضراتكم مجموعة معلومات فقهية عن فترة الخطوبة وقبل ما الفقرة تبدأ كده أنا سرحان وببتسم إن كتير من مجتمعاتنا بقت منفتحة وبقت فترة الخطوبة دي بيحصل فيها تقارب كبير جدا ما بين الولد والبنت وهنا الشريعة ما جاتش عشان تكبت الحب وتكبت الغرائز لما جات للتنظيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة فترة الخطوبة دي هي فترة تقييم للشخصية اللي قدامي هل الشخصية دي ينفع تتعاشر؟ طب ولو الشخصية دي ينفع تتعاشر وبني آدمة أو بني آدمة كويسة هل هو أنا أقدر أستحمل العيوب وأبقى مبسوط أو مبسوطة بالمميزات؟ لو ينفع يتعاشر طب هل هو مناسب أو مناسبة ليا؟ لما بيخش هنا حاجة تانية غير دور الفترة دي بيحصل أن احنا بنتلهي عن تقييم حقيقة حياتنا مع بعض وبننبسط في المرواح والمجيء وهو يبسط أي علاقة راجل بستة فيها حب علاقة في منتهى الجميلة الحب ده حتة من الجنة بس الفترة دي مهمة ان احنا يبقى بس قلبنا يقظ وعنينا يقظ شوية الشخص ده مناسب ولا لأ؟ ليه؟ عشان لو اتجوزنا وربنا كتب بنا التسير كان بها لكن لو اتجوزنا واكتشفنا شخصيات جديدة علينا واكتشفنا طباعه وازاي أنا تخدعت في فترة الخطوبة مش كل اللي بيتخدع بيبقى مخدوع ساعات فيه ناس بتتخدع لأنه ولا مركزش فتعالوا مع بعض كده واحدة ومجموعة معلومات كلمة خطبة يعني التماس الزواج التماس يعني طلب وهي بيكسر الخاء خطبة لأن الخطبة دي بتاعة صحية الجمعة أما الخطبة فواحد طالب أنه يتعرف على واحدة عشان هو عنده نية أنه يتجوزها إذن هو طلب للزواج طلب الزواج ده معناها أن احنا هنقضي فترة مع بعض ان نتعرف على بعض طبع عشان نقضي فترة مع بعض نتعرف على بعض هو احنا متجوزين لا احنا بالنسبة لبعض في الشريعة اسمنا اجانب عن بعض اجنبي عن واحدة يعني متاح لي انه يتكلم معاها ينظر ليها لكن غير متاح لي انه يلمسها او يختلي بيها يختلي بيها يعني تقفل عليهم باب في مأمن ان محدش يشوفه والعلمة لما تسألوا هل يجوز للخاطب انه يشوف شعر خطبته قالوا لو هي ما خدتش خطب الحجاب خلاص هو شايفها طب لو هي كانت محجبة مش مفروض ان الرجل يطلب الست ان هي تكشف شعرها علشان يشوفها وبالتالي في فترة الخطبة يحل للرجل انه ينظر ليه المرأة لو كانت محجبة اللي بتبدي من نفسها الوجه والكفين وبعدين لما تسأل العلماء على حدود الكلام ما بين الخاطب ومخطبته قالوا انه هم اجانب عن بعض فيحل ليهم انه هم يقولوا كلام يعبروا فيه عن المشاعر ولكن ما يكونش كلام يثير الغرائز وبعضهم قال حاجة لطيفة قوي قالك وانت بتتكلم مع خطبتك في التليفون اعتبر كأن ابوها او امها رفع السماعة عن ناحية التانية فاي كلام فيه وده وتقارب هيكون فيه شيء من الحياة وكأن فيه حد بيسمعكم وقال لك وخلي القلب بكر بكارة القلب ان الكلام اللي فيه قرب وحب وحميمية خلوه بعد الجواز لان ممكن الانسان او الخطيبة تشوف انه انسان مش مناسب فيبقى ما كسرناش حدود كتير مع بعض احنا مهم جدا في فترة الخطوبة نشوف شخصيات بعض نشوف القدرة على استحمال عيوب بعض نشوف علاقة كل واحد بأهله بحيث انه هو يبقى مدرك طبيعته على الحقيقة الترو سلف بتاعته اللي ظهر مع أهله عاملة ازاي نشوف لما بنختلف فيه بيننا كوميونيكيشن وعارفين انه تواصل ولما بنختلف بنتحول على بعض وبالتالي بيبقى فيه إهانة وتعدي للحدود اللي الواحد ما يسمحش بيها لنفسه كل ده محتاج مساحة ان انا يبعى عقلي فراسي ما نجرفش وراء هرمونات الحب اللي فعلا بتبقى عاملة نشوة كبيرة قوي لو بس فترة الخطوبة يا فترة تقارب خروج ولمس وقرب وانا والله وانا في وسط مانا بتكلم كده عمال اقول انت كلامك بعيد قوي عن الواقع ساعات الواقع بيبعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى ويبعد عن شرع ربنا وتقل البركة وتزيد حالات الجرح والخيانة والانفصال وانه عدنا تساءل طب هو ده ليه بيحصل ليه لعل الواحد لما يرجع لبركة ربنا سبحانه وتعالى يعرف يسير امور حياته لان الصالح فيما يراه الله صالحا والقبيح فيما يراه الله قبيحا ويسأل الشباب والبناتين في اخره مع خطبتي لوحدنا نشرب حاجة في مطعم ولا في كافيه وينقسم العلماء لرأيين رأي بيقول لا اما ينفعش تخرجوا مع بعض انتوا لسه مفيش بينكم عقد الشرع انتوا مش متجوزين ورأي تاني ممكن يكون اقرب الى الواقع انه يجوز للولد انه يخرج مع خطبته لان دي مش خلوة هم قاعدين في بسط الناس شرط انه هم يكون قاعدين قاعدة طبيعية ممكن نسميها قاعدة محترمة يعني قاعدة طبيعية والناس كلها شايفينهم وما فيش تلامس قالوا مدام الولي اللي هو ابوها راضي يبقى احنا ما عندناش حاجة تمنع ده الا لو الخلوج ده هيبقى بداية لانكسار الليمتس انكسار ضعفه ساعتها ما يبقاش المشكلة في الخروجة يبقى المشكلة فيه ما بعد الخروج لو قدى لتقارب مش مناسب فدور رأيين للعلماء وبعدين اتسأل العلماء هل ينفع ان انا افسخ الخطوبة بدون ابداء اسبابه قالوا ان اه ممكن الواحد يفسخ الخطوبة بدون ابداء اسباب لكن ده بيخالف المروقة يخالف الخلق الطبيعي ان انا فجأة كده اقول انا مش عايز اكمل حتى فيه كسر الخاطر اللي قدامك الا اذا كان هناك عايب انت مش عايز تواجه به اللي قدامك وشايف ان مواجهتك ليه بالعب ده يكسر خطره اكتر فتعتذر وتقول مفيش نصيب او مفيش قبول الكلام الدارج اللي الناس بتقوله لكن الاولى ان مدام فيه عشرة وفيه عيش وملح وفيه عائلات تعرفت لما يحصل انفصال في الخطوبة يكون بابداء اسباب وتكون اسباب غير جارحة وبعدين سألوا قالوا طيب لما احنا بنفسخ الخطوبة الشابكة لو كان الراجل قدمها بيحصل ايه قالك من حقه ياخدها حتى لو هو اللي فاسخ الخطوبة لان الشابكة بتبقى جزء من المهر لو كانت بين الكتاب احكمها مختلفة خلاص بقت مراته لكن مدام الخطوبة هم تخطبوا وهو دفع الشابكة دي او اشترى الشابكة وهي جزء من مقدمات الزواج جزء من المهر من حق ان هو يستردها سواء هي اللي فاسخ الخطوبة او هو اللي فاسخ الخطوبة وقالوا ان من حقهم يستردوا الهدايا او يسيبوها قالوا ان الهدايا اللي ممكن تسترد هي الهدايا التي لم تستهلك فاللبس بيستهلك البرفانات بتترش وبتستهلك بعض الاشياء التانية زي الورد بيستهلك لكن لو في حاجات عينية ثابتة شكلها وثابت قيمتها ممكن من حقهم ان هم يطلبوا من بعض استرداد الهدايا او يكون فيه كرم بينهم وبين بعض ويعتبروا ان ده انا ملكتك وانا ملكتك الحاجة دي فلا يستردوها لكن الامر فيه سعة اما الحاجة اللي بتستهلك فلا يحق ان الواحد يطلبها لانها تم استهلكها دي كانت معلومات عن حدود ربنا في الخطوبة ومعلومات عن بعض الاسئلة اللي سألها الناس ويا رب يملى قلب كل خطيب ومخطوبة بالحب السكينة والاقبال ويرزقنا حسن الاختيار وحسن الاختيار محتاج مدد وتوفيق واعانة من رب العالمين اشتركوا في القناة